وإلى الوضع الأمني وامتداداته الاجتماعية والاقتصادية أكد مصدر أمني انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور بدعم من طيران الجيش في قاطع الامطابيج على الحدود بين محافظتي ديالة وصلاح الدينة وأشر المصدر إلى أن العملية تشمل تمشيط خمس مناطق في وقت واحد بهدف تعقب ما تبقى من الخلايا الإرهابية في الوديان والمنحدرة وإعادة التموضع بناء على معلومات استخبارية دقيقة أشار إلى أن موقع الامطابيجة وتأثيره على أمن ديالة وصلاح الدين يحفز الأجهزة الأمنية على المضي في استراتيجية متعددة المحاور لمنع أي نشاط للخلايا الإرهابية